حتى انا عايز فلوس ومش لاقي حد يسلفني قرد حسن ومش قدامي سكة الا البنوك والبنوك طبعا بتاخد فايدة والفايدة يعني ربا كيف اتصرف بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد ازاي تحصل على قرد من غير ما تخضب ربنا ومن غير ما تقع في الربا امر يا جماعة سهل وميسور ان شاء الله حضرتك تروح لمثلا محلة جهازك عربية انت عايز مثلا خمس تلاف جنيه تروح تشتري تلاجة ب7000 جنيه وتبيحها ب6000 جنيه بس هتشتري تلاجة تقولي انا هشتري ب7000 هنا معايا ما انت هتشتري بالتقصيط هتشتري تلاجة وتكتبه العقد وتتملك التلاجة وبيع عليك است هي التلاجة ب7000 تقصيط وحتروح تبيحها ب6000 بقى انت خدت 6000 في ايدك وسد التهم بقى على كام شهر حسب بقى ما بتتفق مع الشركة بسبعة تلاف يعني ده مش ربا لا ده مش ربا ده حاجة اسمها التورق ودي جائزة على الراجح من اقوال اهل العلم ان يا جوز اللي انت تشتري سلعة بالتقصيد من شخص وتبيع السلعة دي كاش لشخص اخر فانت استفدت من الموضوع ده ايه استفدت اللي انا ما كانش معايا فلوس با هو انا مفلس اه وروحت للراجل يا جماعة اللي عايز التلاجة دي وقصتوه علي على كام شهر ودول التلاجة خلاص انا ادينت لهم خلاص بالاقصاد دي وخدت التلاجة وروحت بايحها فخدت ست تلاف فبقى معايا فلوس واه اي نعم هتفحها بس خلاص اللي انا كاين استلفت ايه ورديت السلفة حتى لو بزيادة بس بطريقة شرعية انت تبقى حرام لو انت اشتريت التلاجة من الشركة بالتقصيد وروحت بايحها للشركة تاني ده اسمه بيع العينة ده ما ينفعش ده حرام انما لو اشتريتها من الشركة وبعتها لشخصي تالت يبقى ده جائز مفوش حاجة انما لو رجعتها بعتها تاني كاش للشركة دي اللي حرام عايز فلوس اكتر شوية اشتري موبايل موبايل غالي بـ 12000 بيعه بعشرة يبقى انت استفدت بالفرق اشتريته بـ 12000 تقصيد وحتقصد بعدين وحتبيعه بعشرة تلاف كاش يبقى انت كنت معاكش فلوس بقى معاك فلوس من غير ما تقع في الربا من غير ما تقع في مشاكل مع البنوك بطريقة شرعية ترضي ربنا عز وجل فده الحمد لله امر سهل وما يصور لمن يعني يريد ذلك بدون الوقوع في معصية طولي بس الوضوع صعب شوية كان السلفة من البنوك اسهل ما هو اسهل لكن الحلال دايما اصعب بس عايز تتعب شوية حتى عشان ترضي ربنا فده طبعا يعني لمن صالح قلبه هو الذي يبحث عن الوسائل المجاحة دعموا الفيديو بشير واللايك ومين شراخ القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم